وصفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي برد دعوة حالي البرلمان نصف انتكاسة للطيار الصدرية فيما أشارت إلى أنه لا يمثل انتصارا للإطار التنسيقي لكنه وضع جميع قادة الكدل السياسية بموقف صعب وقالت الصحيفة في تقرير أن قرار المحكمة لم يمثل انتصارا لخصوم التيار مبينة أن أي تحرك للإطار في اتجاه عقد جلسة برلمانية وتشكيل الحكومة قد يعيد إشعال المواجهة التي أمكن إخمادها قبل أن تتطور إلى اقتتال شيعي شيعي ما يتطلب من الجميع حوارا عقلانيا عبر التقيد بالنصوص القانونية بعبارة أخرى العودة إلى الحوار وترى الصحيفة نقلا عن محللين وسياسيين عراقيين أن هناك ضغوطا إقليمية وداخلية وحتى دولية في اتجاه تشكيل حكومة مقبولة من كل الأطراف بمن فيها التيار الصدري ما يعني أن قرار الاتحادية الذي أظهر استقلاليتها عن الضغوط السياسية قد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم في تحمل نتائج أي تعثر أو انتكاسات سياسية أو أمنية ترجمة نانسي قنقر